شكرا معلقنا كابتن نهاب رجب اذا انتهت احداث الفترة الاولى او الشوت الاول من المباراة الاهلي واسموحة الكرة اليد بفوز النادي الاهلي 16-6 في تفوق واضح منذ البداية حتى نهاية الشوت الاول يمكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين المباراة كانت مهمة جدا احنا اتطمن على الفرقة بعد ما رجعنا يمكن اخر مباراة كانت 29 نوفمبر زي ما قلت لحضراتكم طيب خلينا نتكلم في بعض الامور الفنية مين اللي ابتدى المباراة ابتدى المباراة في حراسة المرمى حميد وبالمناسبة هو نجم اللقاء من وجهة نظر المتوضع هو نجم اللقاء في التصدياته وثقته وقفته في الملعب يعني حميد شكله ما شاء الله في حالة جيدة عندنا مبدأ كمان بمحسن رمضان احمد يشام سيسا اسامة الجزيري سيف هاني فوكس ابراهيم المصري اومر خالد كاستيلو من ناحية الهجومية كان نجم اللقاء اومر خالد كاستيلو الحقيقة اللي يعني نجح بشكل كبير جدا في المرتدات انه يقدر يحط عدد كبير من الاهداف هنقول لكم ان شاء الله هنحاول نجيب من ارض الملعب سجل كم هدف في الشوت الاول يمكن كمان مع احمد الشام سيسا نجح بشكل كبير ايضا في احراز الاهداف ولكن بدأ يعني المهم هنا ان احنا بدأ عندنا اتضاح او شكل عام للي كابتن طريق محروس بيلجأ له كابتن طريق محروس بيرجأ للدفاع الجيد الدفاع القوي يمكن الدفاع القوي ده طبعا معتمد على صخرتنا الاساسية ابراهيم المصري وبالمناسبة ابراهيم خد اقاف تلت دقايق مرتين خد اقاف تلت دقايق مرتين دقيتين اقاف مرتين دقيتين فالايقاف مرتين دقيتين يعني التالتة يستبعد من المباراة ربنا هيكرم انه يركز في الشوت التاني ما يحصلش ده بس ده مؤشر انه احنا بندافع ففرقاتنا الحمد لله بتدافع داخل فيها ست اهداف في تلاتين ديه فإذا انت بتدافع في الوقت ان انت حاطت ستة وعشرين حاطت ستاشر جون في الهجوم بالمعنى ده انت مفروض في الشوت الثاني تحط 32 جون لو مش هنا بالمعدل ده ويخش فيك 12 ان شاء الله نمشي بهذا المعدل التهديفي وهذا ده الدفاع الجيد يبقى احنا كده نقدر ناخد بالنا ان كابت انطري محروس بيرجع للدفاع الجيد جدا دفاع قوي يمكن اغلب المباراة كان 6-0 المباراة 6-0 بتقابل بدري على العيبة الشويطة عندك كمان بتيجي بعد كده الهجمة المرتدة السريعة وان باس وطو باس والموجة الاولى والموجة التانية والموجة التالتة يمكن بعد تحول الدفاع الهجومي ايضا السمترة السريعة يمكن برضو كابتن طري محروس واضح جدا انه هيلجع لللعب السريعة وهو كان ده يعني الحقيقة بيلعب به بالفترة اللي فاتت ولكن يمكن اللعيبة هضمته اكتر واكتر اللعيبة بدأت تهضمه اكتر واكتر شفنا الجناحين بيسجلوا شفنا الخط الخلفي بيسجل من الهجوم الخاطف والهجوم السريع يعني بالفنيا كده هو ده هيبقى اساس فرقتنا الفترة جاية دفاع جاية جدا انطلاق للهجوم بشكل جاية والاعتماد على حراس المرمى ولكن خليها اكون معاكم صريح حرس المرمى مش هيقدي كويس الا ما بيكون قدامه خط دفاع جاية ودفاع جاية على التسعة عشان ما يوصلش حد ليه سهل واللي يوصل حراس المرمى يقوم باللازم وخلينا اقول لكم ان طبعا عندنا تلات حراس مرمى يعني يعني اي حد يلعب فيهم يعني يقدي نهار دا احنا حمايد بيقدي غيره هيلعب يعني عندنا ما عندناش مشكلة الطيار يعني عبد الرحمن طه كل حراس المرمى بتقنى على مستوى عالي اي حد يلعب طيب اداة التحكيم التحكيم حتى الان جاية باستثناء عندنا بس يعني كومنت صغير على يعني استبعاد ابراهيم المصد دقتين في احد الاستبعادين كان فيه يعني حتى ابراهيم اتكلم على الحكم لانه الحقيقة كان فيها شك بس يعني ماشي الحال اداة التحكيمة جاية دي ممكن اللي مساهل الدنيا اكتر علينا ان فرقتنا متفوقة 16-6 طيب وبفكركم كمان ان نتيجة الشوت او المباراة الاولى باننا وبنسموحة خلصة 34-22 فواضح ان فيه تفوق حطينا 34 واحنا رايحين نحط الاسكوردة نحط التهديف ده ولكن الجديد ان احنا قللنا يعني لو قلنا معدل تهديف سموحة 22 نقطة في المباراة الاولى يعني في الشوت حوالي 11 جول 11 هدف احنا النهاردة نجحنا نخليهم يحطوا 6 يبقى خليهم يحطوا بلو الرنج اللي هم بيحطوه او تحت الرنج اللي بيحطوه وده تأكيدا للكلام اللي قلنا في الاول ان النادي الاهلي صاحب اقوى دفاع في الدوري وقلنا لحضراتكم يعني برضو هراجع معاكم كنا قلنا لحضراتكم حلطنا كام يعني النادي الاهلي دخل فيه في الدور الاول في 17 مباراة 419 هدف فقط 419 هدف يعني احنا لو حسبنا المتوسط على 17 مباراة اقدر اقول لكم متوسط التهديف اللي بيجي فينا 419 على 17 مباراة يعني تهديف بيخش فيك في المباراة تقريبا 24 هدف او نقول 25 هدف لو قربنا الدنيا يعني معنى كده ان انت المعدل التهديفي بتاعك 24 جول يخش فيك في المباراة وده معدل تهديفي قليل يعني معنى كده ان الدفاعنا جيد طب اللي اكد المعلومة النهاردة لا ده احنا بقينا عقوى في الدفاع كمان ما شاء الله يعني ده التحليل الفني ورؤيتي للمباراة في الشوط الاول احنا اداء الدفاعي قوي زي ما هو ولكن ازداد قوة عن الدور الاول الاداء الهجومي احنا بنتكلم النهاردة حاطين 16 يعني 32 في الشوطين تقريبا انا بقول بالتقريب لو مشينا بنفس المعدل هو هو نفس التهديف بتاعنا هو هو نفس المعدل التهديفي بتاعنا يعني احنا حاطين نقول مثلا احنا عندنا في حاطين 608 نقطة في الدور القابل كده على 17 مباراة حاطين معدل تهديف 35 نقطة 36 نقطة يعني احنا النهاردة لو مشينا بالمعدل ده بس ممكن نروح شوية برضو ده المعدل 32 32 32 35 هدف يبا ايزا احنا شغالين بنفس الشكل بنفس التحليات الفنية لو نقبل المباراة احنا نباشين بنفس الكلام ولكن اللي زاد علينا شوية هو رقم واحد الدفاع الجيد دفاع كويس بنقابل برغم من اسبوح بيدوم عدد كبير جدا من اللعبين الجاهدين وبيجدوا الاختراقات واللعب السريع ادرنا نوقف الحلول دي حاطين 6 اهداف فقط 6 اهداف فقط دخلوا في مرمى النادي الاهلي في الشوت الاول وهو معدل تهديفي قليل جدا وده يؤدي او يدي انطباع ان فعلا الدفاع اللي بيقوم بين النادي الاهلي تحسن بشكل كبير هنحل الجمية برضو احنا حطين 16 هدف قلنا ان ده يعادل او تقريبا نفس النسب التهديفية قلينا استحضر مع حضراتكم كمان بعض الامور نتائج نتائج جوالات النهاردة يمكن احنا 6 فرق يبقى النهاردة بتلاقيب 3 مباريات ليه احنا مباراة نأخذ المباراة عشان البث التلفزيون وامور وامور يعني شبيهة بذلك وتم تأخير مباراة من الساعة 4 بقت الساعة 8 طيب المباراة التانية يعني برضو هنحط لحضراتكم اكيد انتهت وهنقول لحضراتكم المباراة التانية عندنا سبورتينج كسب الجيش بنتيجة 26 24 النتيجة كانت يفوز جدا وسبورتينج هنا هو زي ما حضراتكم عارفين هو في المركز الرابع سبورتينج في المركز التالت فهو بيأكد تفوقه هنهاردة سبورتينج بيفوز على طلع الجيش نتلعي جيش 26 24 طيب المباراة التانية الزمالي كان بيلعب البنك الاهلي في صالت عبد الرحمن فوزي في ميت عقبة وانتهت بنتيجة 28 20 جاء هدفها هي حالة درع طيب بالمناسبة في هذه الأثناء بتلاقي مباراة كرة السلة الأهلي والزمالك في مباراة العودة في صالت عبد الرحمن فوزي كانت بعد مباراة المباراة اللي هي الأولى بتاعة الزمالك والبنك الأهلي في كرة اليد الربع الأول انتهى بتفوق أهلاوي بنتيجة 22 15 النادي الأهلي خلص الربع الأول بتفوق واضح 22 15 في ملعب بيتعوب عندنا غيابات في كرة السلة ما عليش أن أسف يعني يمكن بس طعب يعني إحنا يوم كامل وعندنا فرقة كتير بتشارك فبس تعرض برضو النتائج طيب الربع الثاني حصل تفوق من نادي الزمالك 33 30 33 30 ده الربع الثاني شغال 33 30 لنادي الزمالك يمكن دايما إحنا من خلال متابعتنا كرة السلة يمكن عندنا الأزمة بتبقى في الشوت التاني الأزمة يمكن الأداء بينخفض شوية في الشوت التاني وأرجعنا ده مع خلال طبعا نجمنا في الشوت التحليل السابق ده بالنسبة لكرة السلة الشوت التاني بيحصل البيتش بلاير بينزله فبيحصل هبوط شوية في الأداء وإحنا قلنا إنه ممكن ده نتغلب عليه بإنه إحنا يبقى تركيز أكتر من فريق كرة السلة أو اللعيب البيتش بلاير مش معنى ببيتش بلاير إنه قصد إن اللعيب البيتش بلاير هو الاحتياطي لأ دايما في البسكت بيتقل اللعيب الخمسة الأولينيين هم الستاندينج فايف واللي بينزل بعد منه بيبقى البنش بلاير حتى لو الستاندينج فايف ده كان لعيب ما بيشاركش كتير ولكن طالما نزل في المبره دي بيبقى اسمه ستاندينج بلاير واللعيب اللي بينزل بيبقى اسمه بينش بلاير حتى لو إنت بدأ مش بقوتك أول المبره فإذا دايما بيكون عندنا مشكلة في الربع التاني نتمنى إن شاء الله إن نتعدي أنا من غير ما شوفوا المبره بقول لكم هو ده اللي حصل الروتيشن بيحصل في الشوت التاني الروتيشن بيكون فيه لأسف فيه هبوط شوية في الأداء ولكن ده أكيد مستر أجوش تبوش واخد بالي منه وأكيد بيشتغل عليه طي المبره إنتوا عارفين النهاردة عندنا يوم كبير كان عندنا فتاة إزاي بالنهاردة بيلعبوا مباراة مهمة مع اسموحة كرة طائرة فوزنا 3-0 فطبعا بيواصلوا سلسلة الانتصارات طبعا دي صورة من الأرض الملعب لمباراة كرة اليد اللي عايز أقول لحضراتكم إن احنا في مباراة كرة طائرة سيدات فوزنا 3-0 على اسموحة وبنواصل سلسلة الانتصارات وتحطيم الأرقام العالمية احنا ما زالنا احنا بنحطم رقمنا اللي احنا محققينه يعني احنا عدنا 76 انتصار وهذا رقم الأول احنا دلوقتي تقريبا 81 فوز او 82 فوز اينا رول او على التوالي وده أكبر رقم في العالم حققته فرقة لكرة طائرة طيب البنات ان شاء الله يعني أنا تصور هنعد المية زي الرجال الرجال حققوا رقم ده وصله المية اتصور البنات ان شاء الله او السيدات هحققوا ده لان احنا ماشيين المصطات اللي جاية الحمد لله احنا حسن فرقة وماشيين كويس جدا وان شاء الله ما فيش حاجة هتعطلنا زي ما حدقكم شفتم كرة القدم فريق الجزائر او فريق كرة القدم للجزائر يعني مشي برضو بعدد انتصارات كبيرة جدا ولكن وقفته فرقة غنية الاستوائية ما كانتش في الحزبان نهائي وخسر نتيجة واحد سفر طيب خلينا نروح لأرض المباراة ومعلقنا الكابتن ايهاب رجب لنقل لحضراتكم احداث الشغط التاني كرة الياد الاهلي واسموحة فالى هناك